تركه في القناة فعال زر الجهاز تخطي لايك بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف حل كراسة المعاصر لصفء الثالث الاعدادي الترم التاني اللي هي كراسة اه 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 اناف هنبدأ ان شاء الله الجزء الاول بداية من صفحة اربعة لصفحة اه اربعين وبعد كده ان شاء الله هنشوف الجزء الخاص والامتحانات الشاملة نروح لبيت جي فور صفحة اه اربعة المحادسة الاولى زي ما تعودنا طبعا لما نيجي نجاوب على المحادسة لازم نقرأ رأس السؤال كامل وبعد كده نقرأ المحادسة كلها الاول وبعد كده نبدأ نشوف اجابة كل سؤال لوحده وطبعا زي ما تعلمنا في الفيديو الخاص بتكوين السؤال والاجابة وازاي جاوب على اي محادثة. اه رابط ان شاء الله هسيبه في الوصفة اسفل اه الفيديو. بقول احمد ايمن بتكلمه عن قلنا طبعا ليه البيئات او المواطن الطبيعية. يبقى انا عرفت كده الموضوع بيتكلم عن ايه? بقول له يا طرى انت بتعمل ايه? ها? ممكن يقوله بقى بيعمل اي حاجة? طب هل يا طرى احط اي اجابة ولا لازم اجابة معينة? نشوف من الحوار. سؤال تاني قال له يبقى الكتاب عن كذا يبقى معنا عن كده فهمت ان هو ها شطار بيقرى كتاب. سؤال قال له زي يبقى اكيد بيسأله عن الحيوان المفضل بتاعه. طب يا طرى ايه مشكلة التي تؤثر على يبقى في مشكلة بتأثر على الغابات ديت. يا طرى ايه? اي مشكلة? ولا بمزاجنا? ولا نحط اجابة محددة? من الحوار هنعرف. رد عليه. قال له يا طرى تقصد ايه بكلمة نرجع بقى للسؤال الاول بقوله فهمنا ان هو بيقرى كتاب. يبقى هشط بكلمة زي ما تعودنا عندي انه تحول الى ونشيل ونحط مكانها فعلي زياد يبقى هنا الحل هقول ونحط كلمة وخلصة الاجابة. طب السؤال طبعا عندي يبقى المفروض هنعمل على متر مقص ونبدأ بقى ده استفهام. يبقى ماذا? يبقى هقول ونقول ونحط كلمة يبقى يا طرى الكتاب ده وقت عن ايه? حد يقول يا مستر ممكن نقول صح لانه وكده كده يبقى ما هو الحيوان المفضل? هنقول طبعا كلمة في الاجابة تحول الى في السؤال ونحط كلمة ونحط كلمة ونحط كلمة ونحط علامة استفهام. طب المشكلة بتأثر على الغابات ديت هو زاكرها ليبقى كلمة ايه? يبقى هنبدأ ونقول ونكمل بقى اجابة للاخر ونحط كلمة حد تاني يقول لي يا مستر انا ممكن احط اجابة تانية ها ممكن يقول لي انا هشطو بكلمة ايه? كلمة وات? وابدأ بكلمة ذا بروبلم ذات افكتس راين فورس ونحط اسم المشكلة في الاخر برضو اجابة صحيحة ما فيش فيها اي مشكلة طب تبقى للمنهج اللي احنا اخدناه كلمة ديفورستيشن هي قطع لايه? الاشجار او الغابات يبقى هنقول ات او ديفورستيشن ما فيهاش مشكلة مينز كاتنج داون نحط بقى كلمة تريز ما فيش مشكلة اه كاتنج داون فورس اللي هي الغابات برضو بنفس الايه? بنفس اه الفكرة نروح بعد كده اللي هي المحادسة اللي موجودة في بيج اه فايف صفحة اه خمسة بقول نادين ميتس هير فريند اميرة افتر زا انجلش اجزام يبقى بتقابله بعد الامتحان بتاع الانجليزي هلو اميرة ها وز يور انجلش اجزام يا طرق اخبار الامتحان فهتقولها ات وز بيرفكت بيرفكت يعني رائع ات او انفاكت ات وز ايزي يعني كان سهل طب بتقول لها سؤال فبتقول لها اي دين انت دو وال انا ما قدتش بشكل كويس سؤال اجابته بيكوز يبقى عرفنا هتبدأ بكلمة واي اه هو كان سهل ولكن طب سؤال اي دين انت جيت ردي بكوز اه ما كنتش جاهزة لان my mom was sick كلمة sick بمعنى مريض and how is your mom now طب يا طرى هي عاملة اي دلوقتي فبترد باجابة anyway you can do well in the next exam يبقى كده فهمنا الموضوع عموما طب بتقول لها بقى it was easy بتقول لها السؤال i didn't do well انا ما قدت شي بشكل كويس يبقى هنقول how did you do in the exam يعني عملت ايه في الامتحان حد تاني يقول لها انا هريح نفسي خالص واقول سؤال سهل خالص what about you يعني انت عملت ايه تمام جدا صحيح طب سؤال because the test was really easy كان سهل but ولكن يبقى هتسألها why يبقى هنقول why didn't you do well وطبعا زي ما تعودنا قلنا هنحط اجابات ايه كاملة طب بتقول لها قالمتحان كان سهل ولكن من خلال الحوار عرفنا ان هي ما كانتش مستعدية ايه كويس يبقى هنقول but i wasn't هيت ونحط كلمة ready for the exam يعني ما كنتش مستعدة للمتحان طب سؤال i didn't get ready because ما كنتش مستعدية لكزا او بسبب يبقى هنقول why ونحط weren't you ready for it حد تاني يقول لي من نفس الاجابة ممكن اقول why didn't صحيحة ما فيش اي مشكلة you ونحط كلمة get ready يعني ليه ما كنتش مستعدة بتقول لها عشان كانت mom sick marida how is your mom now يبقى هنقول she is fine now او she is fine science طولها بقى anyway على اي حال you can do well in the next exam نروح للامتحان او للديولوج بتاع الوحدة التسعة في صفحة اه ستة وناخد بالنا عشان ده من الموضوعات المهمة جدا جدا والاساسية في اي امتحان سواء يجيبها لك كديولوج كمحادسة او يجيبها لك اكتب او ممكن يجيبها لك اه قطعة ويجيب عليها اسئلة طب بقول له what are you reading بتقرأ ايه فرد عليه سؤال قال له it's about renewable energy يعني الطاقة المتجددة طب سؤال قال له in my opinion في رأيي it is our hope هوب يعني املنا in the future في المستقبل طبع نقصوا بها هنا ليه الطاقة المتجددة what are the forms of renewable energy ايه هي اشكال الطاقة المتجددة زي ما خدنا خدنا منها انواع كتير what do you think of solar energy يا طرأ ايه رأيك في مشروعات الطاقة الشمسية in Egypt في مصر طب نرجع بقى ليه السؤال الاول بيقول له what are you reading يا طرأ بتقرأ ايه ممكن بيقول له بقى بيقرأ كتاب الافضل اقول له بيقرأ مقال مسلا طبعا مش محدد لي حاجة فوق يبقى هنقول i am reading an article اللي هو المقال طب قال له it is about كزا خلاص سهلة بقى يبقى هنقول what ونعمل معص يبقى what is it ونحط كلمة about يا طرأ عن ايه فبيقول له عن renewable energy طب سؤال قال له in my opinion it is our hope in the future يبقى اكيد يقول له رأيك فيه يبقى هقول what is your opinion يا طرأ ايه رأيك فيه ونحط كلمة of او ممكن نقول باوت مفيش مشكلة renewable energy اللي يتقل ايه المتجددة هايقول له ديها امالنا في المستقبل طبعا what are the forms of renewable energy ايه هي اشكال الطاقة المتجددة خدنا منها اشكال كتيرة ممكن نقول زي or ونحط كلمة solar اللي يتقل ايه الشمسية اللي جاية من الشمس نحط كلمة توربينز اللي هي طاقة الرياح او نخليها اللي هي طاقة ايه الرياح وممكن بقى حاجة كمان كمعلومة جديدة نعرفها حاجة اسمها كلمة دي اسمها البطل اللي هيجيب معنى الكلمة ديت ويقول لي هي جاية منين او نوع الطاقة دوت اسمه ايه او بنجيبه منين الشاطر اللي هيسيب التعليق في الكومنتات طب what do you think of solar energy project in Egypt ايه رأيك في مشروعات الطاقة الشمسية يبقى هيقول رأيه i think they ونحط كلمة are ها مفيد يبقى كلمة ايه useful او important ما فيش فيها اي مشكلة نروح بعد كده اللي المحاسب في اه بيتج سيفن اللي هي صفحة اه سبعة بقول نورا ان هالا ار توكينج اباوت دكتور فاروق الباز وطبعا كنا اخدناها في النص في الوحدة العشرة فتقول لها good evening هالا how are scenes طبعا how are scenes معناها زي how are you فتقول لها good evening نورا فترد عليها have you heard about يا طرى هل سمعت عن دكتور فاروق الباز من خلال المحاسة هنعرف فتقول لها اجابة سؤال I heard that سمعت he helped ان هو ساعد the astronauts طبعا قلنا له مروض الفضاء a lot using satellites باستخدام الاقمار الصناعية سؤال yes he helped Egypt a lot يعني ساعد مصر كتير طب how did he helped Egypt ساعد مصر ازاي طب بترد باجابة that is because water in the western desert is really useful يعني المية مفيد نروح بقى للسؤال الاول how are scenes طبعا نبقى هتقول لها I am fine ونحط كلمة things او thank you طب have you heard about دكتور فاروق الباز السؤال بدا يبقى هب يبقى هنجاوب بيس او no يبقى من خلال الحوار يبقى نقول yes ونحط كلمة I have heard about ونحط كلمة him او yes of course طب I heard that he يبقى هنقول what did you hear او ممكن نقول what did you know about ونحط كلمة him يدي يدي يبقى what did you hear او what did you know about him طب انه هو اه ساعد رواد الفضاء باستخدام او لاستخدام طبعا يس يبقى السؤال هيبدأ بفعل مساعد مش موجود يبقى نبص على كلمة ماضي يبقى هنبدأ بكلمة يبقى هنقول ونحط كلمة مصدر طبعا يبقى يبقى هل هو ساعد مصر اسأل سؤال وكلنا المفروض عارفينه ليه هنا رجعناها كلمة مصدر بدون اضافات حد شاطر هيقول لي علشان وجود كلمة did طب how did he help اجت ازاي ساعد مصر برضو اخدناها في قبل كده وكمان من خلال المحادسة هنا يبقى ممكن نقول عن طريق اللي هي ايجاد يبقى finding under ground water اللي هي المياه ايه الجوفية ونكمل in the western desert اللي هي في الصحراء ايه في الصحراء الغربية يبقى هنقول buy يعني عن طريق خلاص ايجاد المياه الجوفية اهيات الاجابة عشان تكون اه واضحة يبقى buy finding water او underground water in the western desert اللي هي عن طريق ايجاد المياه في الصحراء الغربية نروح بعد كده للمحادسة الخاصة بيونت اه 11 الوحدة ال 11 في صفحة اه 9 اللي هي اه 9 بقول اميرة عن نوها are talking about life in the future بتكلموا عن الحياة في المستقبل good morning نوها I watched a great program on tv yesterday تلات فرقت على برنامج رائع او عظيم بالامس فبترد عليها بسؤال it was about it يعني البرنامج how life will be in the future يعني شكل الحياة في المستقبل بتسألها سؤال yes it talked about robots اه كان بيتكلم عن robots what do you think robots can do in the future يا طرى ممكن الروبوتس دي تعمل ايه في المستقبل بترد باجابة they also talked about their role in hospital يعني في المستشف طب space how can they help patient طب يا طرى بقى ازاي ممكن تساعد المرضى هترد باجابة i think life will be easier in the future نرجع بقى للسؤال الاول بتقول لها it was ايه ديت المقصوب بقى اللي هو البرنامج يبقى سؤال خلاص حفزناه يبقى هنقول what was it about اللي عايز يحط كلمة program ما فيش مشكلة طب it was about life او how life will be in the future سؤال yes it talked about robots هنشطب yes ونبدأ بفعل مساعد فهمناه خلاص مش موجود يبقى هنبص على الفعل لانه ماضي يبقى هنجيب كلمة did يبقى هنقول did it talk about ونحط كلمة robots هلي طرى كان بيتكلم عن robots يبقى yes what do you think robots can do in the future من خلال الحوار خلاص عرفنا اه ان هي ممكن بقى تساعد الناس كثيرا في المستقبل اه سابعة في المستشفيات او كلام ده كلاته يبقى هقول they can do many ونحط كلمة things as as مثلا مثل helping ونحط كلمة patients اللي هي مساعدة ايه المرضى وكمان دورهم في المستقبل طبعا ديت عرفناها من خلال بقية الحوار they also talk about their roles in hospital خلاص فبترد عليها بصغط ايه تعجب يبقى طبعا ممكن بقى نحط هنا هتقول لها really how interesting يعني ازاي يحصل دوت how can they help patient فبترد عليها يبقى هنقول they will مثلا talk to them they will ممكن نقول give them medicine ممكن بقى نحط اي اجابات تانية مقترحة هتبقى اجابات اه صحيحة نروح بعد كده لالتمارين الخاصة بالاختياري على اليونتز اللي على الوحدات بداية من صفحة اه احداشر السؤال الاول بيقول there are a lot of trees يعني كثير من الاشجار in there يطرى في space and it rains a lot there والجو هناك بيشتي كتير يطرى rain force للغابات الاستوائية ولا deserts اللي هي الصحاري ولا pause طبعا للقطب الشمالي او القطب الجنوبي ولا كلمة cause اللي هي السواحل طبعا يبقى هنا هيقصد بها كلمة rain force اللي هي الغابات الاستوائية او الغابات المطير نروح لصفحة اه اتناشر pull our house is space buy a fence قلنا طبعا fence اللي هو صور من trees اللي هي الاشجار يطرى blocked ولا surrounded ولا clicked ولا stood لا يبقى هنا كلمة surrounded by اللي هي محاط بي كلمة block معناها يسد او يحجب click معناها يضغط و stood اللي هي الماضي من كلمة stand بمعنى يقف space is the antineme اللي هي عكس او مضاد of the word protect خدنا protect بمعنى يحمي بعكسها keep ولا damage ولا كلمة develop ولا كلمة save يبقى هنا بيقول بمعنى يدمر بتساوي كلمة destroy كيف يحفظ يطور بمعنى يحمي او ينقذ او يوثر mobile phones are space of modern technology يا ترى wonders ولا wonders ولا كلمة borders ولا كلمة palms طبعا يبقى هنا عجائب يبقى كلمة wonders خدنا فيه تيكست او خدنا فيه الشرح قبل كده ان كلمة wonders برضه بتيجي بمعنى يتجول او يمشي بلا هدف border بمعنى حدود و كلمة palm طبعا قلنا لها اشجار النخل cutting down all trees اللي قطع الاشجار in one area في منطقة is cold حفظنا ده تعريف ثابت ومهم قطع الاشجار يبقى دي بنسميها سطار يبقى كلمة deforestation طبعا الكلمة دي كلمة condensation اللي عملية التكسف كلمة evaporation اللي هو التبخر space station اللي هي محطة فضاء space means being put in a dangerous situation يعني تحط فيه موقف dangerous يعني خطير او صعب يبقى يطرى save ولا save ولا surrounded ولا encouraged او endangered لا يبقى الحالة هنا كلمة endangered طبعا قلنا بمعنى يعرض لي الخطر save بمعنى يحمي وهنا save اللي هي امن و surrounded معنى محاط بي جملة السبعة students in the faculty of faculty اللي هي كلية science اللي هي العلوم study mini space of plants and animals يطرى spaces ولا كلمة species ولا كلمة slices ولا كلمة pieces طبعا يبقى هنا كلمة species او speeches طبعا لها نطقين يبقى species او speeches يبقى الاجابة رقم بي قلنا اللي هي فصائل او انوع space طبعا لها فراغات slice اللي هي شرائح pieces طبعا لها قطع او اجزاء زى synonym قلنا مراضف of the word famous كلمة famous equals يبقى بتساوي يطرى unknown ولا will known ولا unclear ولا strange طبعا يبقى هنا كلمة famous بتساوي كلمة will known او بتساوي كلمة popular زى يعني نصحنا ان انا اغير طبعا قلنا كلمة get better يعني يتحسن يطرى ها غير lifestyle اسلوب الحياة ولا close اللي هي الملابس ولا تاون اللي هي المدينة ولا friends طبعا يبقى هنا يقصوا بيها lifestyle اللي هي اسلوب او طريقة الحياة زى coastal habitat اللي هي البيئة الساحلية is found يعني توجد next to زى يطرى بجوار desert ولا sea ولا north pole ولا كلمة lake طبعا من اسمها coastal ساحلي يبقى هنا نحط كلمة sea نروح بعد كده للتمارين الخاصة بالوحدة التمنى بداية من صفحة 14-14 بول اسبيس ار فورمز قلنا ليا اشكال اض ناخد بقى نون رينيوابل اه دي مفتاح الجملة قلنا نون رينيوابل اللي هي طاقة غير متجددة يبقى اطارة طاقة شمسية فصل ووقود حفري ولا هي كهرومائية طبعا يبقى هنا كلمة فصل اللي هي الوقود الحفري وانا لو بيشمل طبعا الاول والجاس والقول اللي هو الفا الاشجار وبتخرج او بتطلع علينا يبقى طبعا الاشجار بتنتص تنتص هنا يبقى هنقول يا اما كلمة ابزورب يا اما كلمة بريز ان وعكسها طبعا بريز اوت او جيف اوت يعني بيكون خطيرة على البيئة وي شود ريسايكل رابش انست اه انا طبعا المفروض القمانة بتحط فين شطار يبقى كلمة لاند فيل سايت انا ليا اماكن القاء القمانة طبعا فاكتورز انا ليا المصانع خصب تلزم السشفات وبارك اللي هي حضائق مفتاح الجملة هنا كلمة تغطية الارضيات يعني بنحط ايه على الارضيات يطرى الصوفة طبعا يبقى كلمة اللي هو السجاد الصوفة طبعا خدنا ليا الكنبة اللي هي الستائر اللي هي البطاطين اللي همنا في الجملة كلمة يعني 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 ممكن نشيل ونحط مكانها معناها يمتص او يأخذ شطار حد قال الاجابة يبقى كلمة بمعنى يمتص يخرج دي عكسها يعيد استخدام او تدوير زهد لخطبة او كلمة طبعا قلنا يعطي او يلقي كلمة يبقى كلمة gave a speech اللي هي الاجابة رقم ب جملة رقم سبعة يو شود سبيس ميكين باد فرينز باد فرينز اللي هم اصدقاء السوق طبعا هنا يتجنب يبقى كلمة avoid making اللي هي بتساوي stop knowing مفتاح جملة هنا كلمة sun يبقى الطاقة اللي جاية من الشمس سميناها طاقة ايه برافو يبقى solar energy خلي بالي solar energy وهي في نفس الوقت طاقة ايه متجددة يبقى ممكن اقول عليها renewable energy كلمة الرياح solar شمسي non renewable يعني غير متجدد lunar معناها قمري يعني خاص بالقمر او لها علاقة بالقمر what are the space for climate changes لتغيرات المناخية in the world نفتاح الجملة هنا كلمة for يطرى causes ولا reasons ولا season ولا advantages مميزات لا يبقى هنا اسباب يبقى كلمة reasons ومعها كلمة for بالنسبة لنا كاعداد يبقى reason معها كلمة for نمى كلمة cause معها كلمة other space is the antineme اللي هو عكس of the word decrease كلمة decrease بمعنى يقلل عكسها يزيد يزيد دي اتخذناها يبقى كلمة increase بمعنى يزيد او يزداد يبقى decrease بمعنى يقلل شيء عكسها كلمة increase بمعنى يزود طبعا reduce معنى هيقلل برضو slow down يهدأ او يخفض interrupt اخذناها طبعا بمعنى يقاطع نروح ليه تمارين الوحدة التسعة او unit 9 بداية من page 17 صفحة 17 بول call and petrol are not space sources of energy طب الاول اللي هو الفحم والبيترول ديت من الطاقة اللي هي غير متجددة او بنسميها اللي هي fossil fuel يبقى ديت ليست خلي بالك بقى هو بقولك ايه are not يبقى ليست ايه متجددة طب ما جاب لكش كلمة متجددة في الجملة يبقى خدنا كلمة تمام يبقى كلمة sustainable طبعا قلنا كلمة sustainable بمعنى مستدام بس هنا جاب لك not يبقى ليست دائمة يبقى ديت اجابة صحيحة ممكن نستبدل كلمة sustainable هنا بكلمة ايه non renewable طبعا لو شئنا بقى كلمة not يعني عايزين نقولها بالشكل الدقيق sustainable مع كلمة not هنا يبقى not sustainable بتسوي not او non renewable melting ice in the north pole اللي هي زابة الجليد في القلب الشمالي causes تسبب an increase in the sea خدنا على بعضها اللي حافظي الكلمات وفهمها يبقى ان ال sea level اللي هو مستوى سطح البحر المعدة the word inexpensive gives the same meaning as اهم حاجة same meaning يعني نفس المعنى طب قلنا inexpensive بمعنى ايه مش غالي يعني رخيص يبقى رخيص هنا يبقى نحط كلمة cheap زا انت نيم قلنا له عكس او مضاد the word symbol symbol يعني بسيط يبقى عكسها معقد complex مش موجودة complex يبقى اللي بيساويها كلمة complicated easy سهل comfortable مريح ويوسفل مفيد the synonym of the word remote the synonym يعني مراضف remote يعني بعيد يبقى كلمة بعيد بتساوي تمام far or far away يبقى هنا الاجابة رقم b طبعا نير قريب close قريب hard صعب this factory المصنع is based dairy products انه طبعا ليه منتجات الالبان such as cheese and yogurt اللي هو الزباد يبقى reduces ولا increases ولا produces ولا blutes لا يبقى هنا هنحط كلمة produces بمعنى ينتج my uncle has a space that makes parts of cars يعني بيصنع قطع من السيارات ليه قطع غيار السيارات يعني يطرى عنده shop ولا business ولا hotel ولا كلمة cafe آه يبقى هنا كلمة business هناخدنا هنا كلمة business بتيجي بمعنى شركة تجارية يبقى الاجابة رقم b طبعا ما قال لي طبعا make part يبقى هنا بتساوي كلمة factory اللي هو المصنع fantastic can be replaced ممكن نشيل كلمة fantastic بمعنى رائع ونحط مكانها يا ترى ولا awesome ولا dangerous ولا ugly لا يبقى هنا نحط كلمة awesome اللي هي الاجابة رقم b you should space off your computer at night before sleeping طبعا طالما هتنام يبقى هتقفل يبقى هنا كلمة turn تمام سمح حد شاطر يقول لي انا ممكن استبدلها بكلمة ها صح switch يا اما switch off يا اما turn off we should space reusable things اللي هي الحاجات اللي يعاد استخدامها to protect the environment and save energy يا ترى يا ترى يا ترى ولا خلاص اللي فيهم الوحدة خلاص حفظ ان هي كلمة لا يعيد تصنيع او يعيد استخدام او تدوير مرة اخرى نروح بعد كده ليه التماريخ الخاصة الوحدة العشرة بداية من page 19 صفحة 19 mini astronomers طبعا قلنا astronomers اللي هم علماء الفلك استضدت كانوا بيدرسهم زاب لانيتس اللي هي الكواكب in our solar مفروض حفظناها على بعضها قلنا طبعا solar system اللي هو نظام الشمس خلنا party اللي هي حفلة group اللي هي مجموعة team اللي هي فريق scientists اللي هم العلماء use that بيستخدموا space to make things nearer عشان يقربوا الاشياء او يخلوا اشياء تكون اقرب طبعا يبقى قلنا هناك كلمة telescope ولا helmet ولا receiver ولا drawer طبعا يبقى كلمة telescope اللي هو التليسكوب خدنا helmet اللي هي الخوزة receiver اللي هو جهاز استقبال drawer اللي هو الرسام satellites send اللي هي اقمار الصناعية بترسل space to the internet to help us مديني كلمة signs signals scenes slices طبعا قلنا هناك كلمة signals قلنا لها اشارات صوتية او ضوئية signs اللي هي لفتات scenes اللي هي مشاهد او مناظر و slices اللي هي شرائح you can take summer course اللي هي كرصات في الصيف in english في الانجليزي to space your language يطرى prove ولا approve ولا improve ولا move طبعا هنا يحسن او يطوري بكلمة develop او كلمة improve كلمة prove معناها يبرهن او يثبت صحة approve معناها يقبل او يوافق على و move ينتقل او يتحرك صفحة 20 بول ناسا طبعا قلنا لها وكالة الفضاء الدولية sent mini space space into space يعني بتبعت ايه ليه الفضاء يا ترى ولا كلمة ولا كلمة طبعا يبقى مكوك فضاء يبقى حاجة اسمها كلمة اللي هي مكوك الفضاء طبعا اللي هي محطات طبعا ما فيش بقى محطات بتبعتها يو في محطة فضائية موجودة والحاجات دي بقى بتطلع عليها you can see a lot of satellites بنشوف الكثير من الاقمار الصناعية space the earth يا ترى orbit ولا leave ولا hit ولا كلمة build قلنا يدور حول شطار يبقى كلمة orbit space is the synonym of lit synonym يعني مرادة في كلمة lit قلنا معناها يسمح كلنا حافظين يبقى lit بتساوي هنا كلمة اللاو the person who studies the stars اللي هو شخص اللي بيدرس النجوم and planets الكواكب is called a او an يبقى astronot هاللي رأى تفضاء astronomer عالم فلك vitta اللي هو طبيب بيطري teacher اللي هو مدرس طبعا يبقى ده عالم الفلك يبقى ده بنسميه an astronomer the space is a rock اللي هي صخرة that flies through space يعني بتطير او بتسير في الفضاء يطرق كلمة comet ولا كلمة star ولا كلمة planet ولا كلمة moon خلاص حافظنا الكلمة ديت هتكون كلمة comet طبعا قلنا اللي هو المزنب space is called the red planet طبعا كلمة red planet اللي هو الكوكب الاحمر يطرق كلمة earth ولا كلمة mars ولا كلمة بلوتو ولا كلمة marsh طبعا يبقى المعروف علميا ان الكوكب الاحمر ده اسمه طبعا mars اللي هو المريخ اللي هي الاجابة رقم b نره بعد كده اللي هي تمارين unit 11 اللي هي الوحدة 11 بداية من بيج 22 22 بول اللي هو يبحث او يكون بقى بحث اللي هي الاخبار او المقالات خلاص حافظنا بقى يبقى ده اسمه اللي هو الصحفي طبعا مصور مقدم او مزيع وفي الطبيب بطريق كلمة طبعا جاء من كلمة يعني بمعنى عادي يبقى معناه هنا كلمة اللي هي الاجابة رقم ب طبعا كلمة بشكل غير طبيعي بشكل منطقي كلمة يعني بشكل مستثناء او في استثناء او اقصاء الجملة البعض ده طبعا قلنا كلمة كلمة هنا بمعنى هادي يبقى عكس تمام يبقى نحط هنا كلمة نويزي اللي هي مزعج نروح لي الجملة نمبر فور يعني بيقرى الاخبار او او نيوز بابر يترى ويب ديزاينر كاميرا اوبراتر نيوز ريدر ولا تيتشر خلاص وقت هيبقى نحط هنا كلمة نيوز ريدر لما الكتاب يحصلوا على الصور من يترى ولا ولا طبعا يبقى هنا هنحط كلمة لما المصورين اعطاء المال للمؤسسات الخيرية لا يبقى هناك كلمة وانه طبعا لوقت التبرع دي يعني حد بيشوف حدث لاول مرة او هو اول واحد يشوف الحدث ويبلغ عنه يبقى طبعا ده بنسميه شطار شاهد شاهد هنا يبقى كلمة witness بكر خباز اللي هو الحلاء criminal اللي هو مجرم اللي هو المقطع في اخر الكلمة space to give the adjective عشان نجيب الصفة من wood طبعا الاول كلمة wood يبقى الصفة منها شطار يبقى كلمة wooden يبقى بنحط e-n it's time for space i am very hungry طبعا hungry بمعنى جائع يبقى ده وقت يبقى نحط كلمة lunch تمام my grandfather space from his work اللي هو العمل بتاعه add the age of 65 في سن 65 سنة طبعا معروف بقى في مصر السن اللي هو المعاش يائما 60 يائما 5 وستين يبقى قلنا هنا retire طبعا قلنا كلمة retire ده هنا بمعنى يتقعد يبقى معناها ها الشاطر اللي هيسيب المعنى في الكومنتات يا ترى كلمة retire دي بتساوي ها كلمتين اتنين كلمة الاولى اسمها stopped انا كده سهلت يبقى نشوف retire دي بتساوي ايه نروح بعد كده لتمارين unit الوحدة الاتناشر بداية من صفحة 24 24 طبعا قلنا كلمة admire بمعنى يوغا بي يطرى الكلمة يقولها كلمة hire بمعنى يستأجر طبعا يبقى هنا نحط كلمة هيرو اللي هو البطل يطرى شغالك يبقى هنا نحط كلمة اللي هي باقع في محل هنا طبعا طبيب بطري يطرى كلمة raise بتساوي يطرى reduce ولا كلمة increase ولا كلمة break ولا كلمة نق طبعا رايز معناها يزداد او يرتفع يبقى هنا كلمة increase لليل اجابة رقم ب كلمة reduce بتيجي بمعنى يقلل break يكسر نق بتجيب معنى يخبط او معناها يوقع طبعا كلمة او عميل هيرو اللي هو البطل وكليرك اللي هو اه عامل طبعا كلمة اللي هو المقطع بيجيب الاسم من كلمة disable طبعا يبقى بنسميها dis-ability يبقى اي تي و تحب تصميم المنازل يبقى طرى dentist architect ولا nurse لا يبقى هنا an architect طبعا السد العالي ساعدنا على تمام التحكم فيه بقى كلمة control the water of the nile نروح لقى الجملة رقم نين تسعة بقول مفتاح الجملة في كلمة don't have any wings يعني ليس لها اجنهة على كلمة طبعا يبقى هنا نحط كلمة drones اللي هي الطائرات بدون اه طير القدرة على فعل الشيء بشكل كويس يطر طبعا يبقى هناك كلمة اللي هي المهارة طبعا اللي هي جمجمة كلمة بمعنى يبحر وكلمة sel طبعا بمعنى يبيع نروح بعد كده للجزء الخاص ب اللي هو القواعد وهنبدأ الوحدة السبعة طبعا كنا خدنا في الوحدة ديت وزي ما شفنا في فيديوهات الشرح اه صيغة اللي هي المبني المجهول في المضارع وقلنا مفعول وقام وقام وتصريف تالت للفعل واخدنا كمان صيغة في اللي هو الماضي وعرفنا طبعا اللي هي وز او وير و اللي هو تصريف تالت للفعل ديت الصيغة في الماضي وزي ما قلنا ونقشنا بشكل بسيط خالص هعرف ازاي ان الكلمة اللي هي بدأ بها الجملة ديت ازا كانت فاعل او ازا كانت مفعول ازاي هنشوف الحاجة ديت هل هي هتقدر تفعل او تعمل الشيء بنفسها لا طالما مش هتقدر تعمل الشيء بنفسها يبقى هي تعتبر مفعول يبقى في الحالة دي بعد بينجيب الواتصريف التالت للفعل نروح بقى للتمارين بداية من صفحة 26 26 و 20 السؤال الاول بقول هل البحيرة هي اللي ملقة نفسها بالمياه لا يبقى هنا نحط كلمة يبقى تصريف تالت من فل يبقى كلمة طب اللي بعدها المنازل طبعا هنا عند بيتكلم على مدارة بس الجملة بتتكلم على ماضي يبقى يبقى نحط كلمة اللي بعدها هل الصور او الحيطة هي اللي هتدهي نفسها لا يبقى هنحط تصريف تالت يبقى بين تد رقم اربعة زا نيوز ليه الاخبار اتفقنا ان كلمة نيوز من ضمن الكلمات اللي هتعامل معاملة المفرد يبقى هنا تاخد كلمة مش كلمة ده بيتش اللي هي الشواطئ سؤال هل الشواطئ هي اللي هتنظف نفسها سامع الكل بيقول لا يبقى هنا تعتبر مفعول يبقى كليند على طول اللي هو البيت بتاع السلاحف هل السلاحف هي اللي بتاكل او هل البيت هو اللي بيأكل نفسه لا يبقى هنا تصريف تالت من يبقى كلمة طب اللي بعدها اللي هي الاهرامات هل بتزور نفسها اكيد لا طب ما هو جاب لا مش الغلط في المعنى ده الغلط فيه الشكل يبقى نحط كلمة زا ايميل خلاص هنا عندي يبقى المفروض من هتكون كلمة بعد كلمة بجيب تصريف تالت للفعل من بلد هتقول لي طب ما هي بلد دا لا خلي بالك ده فعل شاز قلنا كلمة بلد الماضي وتصريف تالت كلمة بلد بيتي هل هو اللي هيخترع نفسه لا اكيد يبقى يبقى معناها تم اختراعه بواسطة يبقى الفكرة كلها بشوف الجملة بدأ بمفعول ازاي ان الكلمة دي او المفعول دوت مش هو اللي يقدر يفعل الشيء بنفسه يبقى بينجيب وتصريف تالت للفعل ده ملخص الوحدة الاولى بشكل بسيط جدا جدا نروح ليه الجرامة الخاص بيه الوحدة التانية وكنا نقشنا فيه حالة الحالة الاولى قلنا بشكل بسيط بجيب بعدها مضارع بسيط الجزء التاني من الجملة بيكون زائد مصدر بدون اي اضافات طب المضارع البسيط ده عبارة عن ايه قلنا عبارة عن مصدر بدون اضافات او مصدر اخر اس في النفي هجيب يا اما دونت يا اما كلمة دوزنت طب ممكن يكون فيرب توبي يا ام يا از يا ار والنفي بتاعهم ام از ار ونحط كلمة نوت طب جواب الشرط كلمة ويل والمصدر في حالة الاسبات في النفي بقى كلمة ويل نوت او كلمة وونت زائد المصدر بدون اي اضافات طب نروح لي التدريبات بول اف و بيرن بلاستيك ربش يعني لو حرقنا البلاستيك طب ناخد بنا الفكرة كلها انت بتحدد اشتغل الحالة الكام جاب لك هنا بيرن مضارع بسيط يبقى وانت مغمض الجزء التاني على طول يكون تمام ويل زائد المصدر يبقى نحط كلمة ويل طب وات ويل من غير ما تكمل بقيته الجملة انت حفظت ويل بعدها دايما مصدر بدون اي اضافات ها سمح حد قال الاجابة يبقى كلمة طب طبعا نقشنا كمان في الوحدة ديت للافعال اللي بجيب معاها تو المصدر او الافعال اللي بجيب بعدها خدنا الفعل من ضمن الافعال اللي بجيب بعده تو زائد المصدر يبقى نحط تو طبعا برضو من الكلمات السابتة بالنسبة لنا حفظنا ان كلمة من ضمن الكلمات السابتة اللي بجيب بعدها يبقى نحط كلمة بيقول خدنا ان كلمة من ضمن الافعال السبت اللي بجيب بعدها تزائد المصدر يبقى برضو خدناها من ضمن الافعال السبت اللي بجيب بعدها نجيب انحط كلمة ادي مفتاح الجملة اف وكلمة جوز مضارع يبقى ديها تكون شطار يبقى كلمة وال على طول حفظنا ان كلمة وانت من ضمن الافعال السبت اللي بجيب بعدها يبقى هنحط كلمة طبعا خدنا السبب والنتيجة هنا جريت يبقى لانها يبقى هنحط كلمة طبعا قلنا كلمة بيقوز او بيشعر بالتعب اه خلي بالي بقى يعني كان بيشعر بالتعب وراحل المدرسة سامح حد بقولي دي دي تعتبر ايه تناقض صح؟ في اكتر من صيغة للتناقض يبقى ممكن نحط كلمة طبعا طالما جاب لي فلسطوب وجاب لي الكومة يبقى هنقول افضل في الصيغة دي نروح بعد كده اللي هي الوحدة التسعة بداية من صفحة التلاتين كنا خدنا طبعا في الوحدة ديت جزئين اتنين مهمين اللي هو الجزء الخاص بحالة اه اف للحالة التانية وكمان كنا خدنا قاعدة يوست تو اللي هي اعتادة ان عرفنا طبعا قاعدة يوست تو قلنا فاعل ويوست تو زائد مصدر بدون اي اضافات في النافي بستخدم كلمة دينينت ويوز وتو زائد المصدر خدنا قاعدة اف الحالة التانية قلنا بجيب باص سيمبل اللي هو الماضي البسيط جواب الشرط هنا بيكون كلمة وود او وودنت زائد المصدر بدون اي اضافات وقلنا ممكن نستخدم كلمة كود مكان كلمة وود او كمان ممكن نستخدم كلمة ميت حافظنا مفتاح الجملة كلمة ديد طالما جاب لك كلمة ديد يبقى انت على طول محتاج معها مصدر يبقى هنا نحط كلمة يوز دي الحالة الكام هنعرف منين من هنا جواب الشرط جاب لوود والمصدر يبقى دي الحالة التانية يبقى انا محتاج ماضي بسيط من كلمة جيت يبقى كلمة جوت هلا يوزت تو رود اا بايك بط ناو شي دازن يوزت تو زائد شطار مصدر بدون اضافات يبقى نحط كلمة رايد ها مفتاح الجملة مين ادي ايه فهيت وجاب لك هاد ماضي يبقى دي لازم تكون حد شاطر قال لاجابة برافو يبقى نحط كلمة وضع عشان دي الحالة التانية بول اه عبد الله didn't use space in the street when he was young طب قعدة سابتة didn't use ها مصدر بس لا لازم تو المصدر يبقى تو ونحط كلمة play if we live in alexandria we would go to the beach ها مفتاح الجملة ايه wood will مصدر الحالة الكام التانية يبقى انا محتاج ماضي بسيط يبقى نحط كلمة lived they don't use to have clean water when they were young ها طب اتكلم على ماضي يبقى اكيد مش don't ها حد شاطر قال لاجابة برافو صح يبقى نحط كلمة didn't did سلمة من غير ما اكمل الجملة مع كلمة didn't محتاج مين ها صح برافو المصدر من used يبقى نحط كلمة used طب they would one they match if they played well ها ادقف وبلايد يبقى ديت الحالة الكام الحالة التانية هتقول لي wood زائد مين مصدر هو جاب لك wood يبقى انت محتاج المصدر بس من كلمة one يبقى كلمة win خلاص used to زائد مين مصدر يبقى هنحط على طول كلمة جت نروح بعد كده لتمارين الجرامر الخاصة بيونت تن طبعا كنا خدنا فيها مراجعة على زمن present perfect مضارع تام اللي هو have او has وتصريف تالت للفعل وعرفنا طبعا العلامات بتاعته وكنا كمان خدنا حاجة اسمها مضارع تام مستمر وقلنا بجيب بعدها فعل زائد ing وقلنا طبعا معناها ان الفعل بدأ وما زال مستمرا حتى الآن يبقى المضارع التام المستمر او present perfect continuous الو have او has وبين بعدهم ing تمام والفعل ده معناه او الزمن ده معناه ان الفعل لمازال مستمر يعني لم ينتهي حتى الان كنا كمان خدنا زمن past perfect اللي هو الماضي التام اللي هو عبارة عن had وتصريف تالت للفعل ويعرفنا طبعا بنستخدم الماضي التام دوت مع الماضي البسيط عشان يعبر عن حدسين اتنين حدس حصل الاول بحطه ماضي تام وبعد كده حدس حصل بعده يعني ايه حدس حصل الاول وبعد كده حدس تاني حصل بعده يعني لو قلنا مثلا هو صحي من النوم وبعد كده راح المدرسة ايه اللي حصل الاول يبقى صحي من النوم والحدس التاني اللي هو راح المدرسة طب لو قلت الام طبخت وبعد كده هما يبقى ايه اللي حصل اول ان هي طبخت وبعد كده ان هما يبدأوا ايه يكلهم طب قلنا ده كله بقى بجيبهم معه الروابط زي زي بفور زي بايزة تايم زي كلمة وين زي كلمة وانتل وقلنا هيجيب لك واحد ماضي تام يبقى على طول وانت مغمض الزمن التاني هيكون ماضي بسيط او باست سيمبل والعكس طب نطبق في صفحة واحد وتلاتين بول هاف شي ايفر يوست اا تليسكوب طبعا هنا شي هل تاخد هاف لا اتفقنا ان هي والشي وقت والاسم المفرد بياخدوا كلمة هاز يبقى هاز شي ايفر يوست اا تليسكوب طب اللي بعدها بول عمر هاد حفظنا ان كلمة هاد ها هتجيب بعدها ايه شطار تصريف تالت للفعل يبقى هنا هنحط كلمة فنش طب الجملة اللي بعدها بول جودي اند لامار هاف بيينج تو طبعا هناك كلمة هاف هنا من كلمة بينج لا المفروض بعد هاف اجبت اصف تالت يبقى نحط كلمة بين او ممكن نقول كلمة جن يبقى بين تو هاز شهد حفظنا ان لو جاب لي سؤال وفي النص يبقى بنحط على طول كلمة ايفر اوكي ها مفتاح جملة هنا كلمة ايه يو هل يو تاخد هاز لا كلمة يو تاخد كلمة هاف يبقى هنقول كلمة سلمة هاز هوم وارك طبعا هاز تصريف تالت للفعل يبقى المفروض بنحط كلمة done نور هاز بين study all day طبعا اتفقنا بعد كلمة بين هجيب ها تمام طالما زمن هنا مضارع تام مستمر يبقى هجيب فعل زاد اي نجيب هنحط كلمة studying يبقى هنحط كلمة بين studying حد يقولي طب ما احنا خدنا قبل كده ان كلمة بين ممكن اجيب بعدها التصريف التالت للفعل صح ده لو الجملة بدأ بمفعول انما طالما الجملة بدأ بفاعل يبقى بعد هاز وبين او بعد بين هنجيب فعل زاد اي نجي طب بقول هاز حسن visits before طبعا مع هاز يبقى انت محتاج تصريف تالت يبقى visited اللي هي تصريف تالت my friends has started a recycling project طبعا friends جم يبقى هنحط كلمة have طب have you ever خلاص حفظنا have برضه هيت يبقى انا محتاج تصريف تالت للفعل يبقى نحط كلمة بين two نروح بعد كده لتمرين الجرامة الخاصة بيونت اه اللي هي الوحدة احداشر وطبعا كنا نقشنا فيها ال اللي هو المباشر والغير اه مباشر وكمان كنا نقشنا صيغة there was there was there اه where طبعا قلنا اه اهم نقطة كمان في ال reported speech ان لو فعل القول مضارع بنختار زمن مضارع او مستقبل لو فعل القول ماضي بنختار ماضي يبقى ده الاساس اللي نتعامل عليه لو فعل القول مضارع يبقى بنختار مضارع او مستقبل لو فعل القول ماضي بنختار ماضي اي ماضي بقى ماضي بسيط ماضي تام ماضي مستمر ده ملخص القعدة نروح ليه التماريب بداية من صباح التلاتة والتلاتين there was many people in the zoo last friday طبعا مني بتتكلم على جمع يبقى was هنا هتكون كلمة ايه where يبقى انه يوجد او كان يوجد في الماضي يبقى كلمة where the teacher told Mona that he checks her homework زي ما انا قلت دلوقتي مفتاح الجملة بص على كلمة told دي told دي هتمضارع ولا ماضي لا ماضي يبقى انت محتاج الفعل ايه شطار زي وماضي يبقى نحط كلمة checked بشكل بسيط خالص من غير مانتها نفسنا في القاعدة عموما yesterday يوسف finds his lost keys طبعا عندي كلمة yesterday يبقى الماضي من find يبقى نحط كلمة found زي ما انا علمتك دلوقتي ايه مفتاح الجملة دي فعل القولة مضارع ولا ماضي ماضي يبقى الماضي من don't كلمة ايه برافو كلمة didn't على طول يبقى نحط كلمة didn't اللي بعدها صفحة اربعة وثلاثين بول what are you do last monday طبعا عندي هنا كلمة last monday طبعا يبقى نحط هنا كلمة did على طول يبقى what did you do the little boy said that the factory is on fire ها مفتاح الجملة said مضارع ولا ماضي ماضي يبقى هنا الماضي من is يبقى كلمة was was there a bank near the school يا ترى هل كان فيه bank بالقرب من المدرسة يبقى yes there is لا يبتكلم على ماضي يبقى yes there was عادل said that he wants يريد to visit the water park ها مفتاح الجملة زي ما قلت لك ايه said ماضي يبقى انت هتجيب ماضي من كلمة want يبقى كلمة wanted سلمة didn't حفظنا بقى من اول ما تعلمنا انجليز ان كلمة didn't دايما بعدها ايه مصدر بدون اي اضافات يبقى نحط كلمة eat طب حدولي طب ما انا عندي yesterday من هقولك ما انت عندك كلمة didn't هي تدولي على ماضي بس didn't نفسها بجيب بعدها ايه مصدر بدون اي اضافة the young girl said that she doesn't go to the cinema ها مين يقول زي ما انا علمته حد قال لي عندك كلمة said شاطر يبقى على طول هتكون bravo didn't وطبعا بعدها مصدر اللي هو كلمة go نروح بعد كده للجرامة الخاص بي unit 12 وكنا طبعا رجعنا فيه اللي هي سيغ التعبير عن future المستقبل باستخدام كلمة will زائد المصدر او وانت وي المصدر وي اه طبعا سيغط جوينجي تو كلام ده وكمان خدنا القدرة او الاستطاعة في المستقبل باستخدام will able او will be able to او won't be able to بمعنى يستطيع ان يفعل الشيء في المستقبل او في النفي لا يستطيع وكنا خدنا جوينجي تو زي ما قلنا للتعبير عن الحاجات اللي هتصل طبقا لتخطيط او الحاجات اللي هتصل طبقا لدليل نروح للتمارين في صفحة 35 بول in the future في المستقبل all of our energy will be renewable انت حفظت ان كلمة will يا عم بعدها ايه ها مصدر يبقى المصدر من بين يبقى be salma hopes تتمنى that she were as a doctor when she is older طبعا كلمة hope يتمنى او يأمل او wish دي كلها يبقى will زائد مصدر يبقى نحط كلمة will work I want to be able حفظنا able مجيش لوحدها لازم بعدها تو زائد المصدر يبقى هنا كلمة achieve لا هتكون won't be able to bravo ونحط كلمة achieve يعني مش هيكون قادر على فعل الشيء when abdullah is older he is going to من غير ما تكمل انت حافظ كلمة going to زائد bravo مصدر يبقى هنحط كلمة work البعدها how will driverless cars طبعا قلنا driverless يعني بلا سائق improves our lives طبعا عندك هنا مفتاح الجملة كلمة will او مفتاح سؤال كلمة will معها مصدر بدون اضافات يبقى improve بمعنى يحسن او يطور the man is going with the plans حفظنا going بس لا يبقى going to زائد مصدر يبقى هنحط كلمة to water بمعنى يسقي our team won't be able to win the match طبعا حفظنا في النبي عدم كدر اصطاع في المستقبل يبقى won't بي حتى لو انت ماخدتش القاعدة انت عارف ان كلمة will او كلمة won't بعدهم تصريف ثالث لا بعضهم مصدر يبقى من المصدر هنا من بين يبقى كلمة بي what will scientists be able to to زائد شطار مصدر يبقى do i think is that wizard will being hot tomorrow will مفتاح الجملة بعدها ايه مصدر مصدر من being are you going مين بقى شاطر من غير ما اقول الاجابة are you going سباح حد شاطر قال الاجابة are you going bravo to زائد المصدر يبقى نحط كلمة to visit يبقى to زائد المصدر نروح بعد كده لصفحة ستة و تلاتين اللي هي التمارين العامة او تمارين المجمعة من كتاب المدرسة وكتاب الورك بوك نروح للسؤال الاول على الوحدة السبعة معناها وجود اشجار اقل يبقى عدد الاشجار بينخفض يطرى دي طبعا يبقى هنا كلمة كلمة اللي هي عملية التبخر اللي هي عملية الزراعة كلمة اللي هي الحضارة there are more than seven thousand different space animals in the world such as the orangutan يطرى dangerous ولا endangered ولا destroyed ولا difficult طبعا هنا معرض للخطر يبقى كلمة endangered the bodies of the munguses are covered by sick طبعا خدناها على بعضها قلنا اللي هو الفرو يبقى نحط هنا كلمة fair skin طبعا اللي هو الجلد cotton اللي هو القطن و lizard اللي هو الجلد صناعي او مطبوغ remember to space your bottles الازايز with water before we go to the desert يعني حاول او تذكر انت ايه يملأ يملأ هنا يبقى نحط كلمة fill خدنا كلمة fall يعقى او يسقط feel بمعنى يشعر we fail بمعنى يفشل a group of animals مجموعة من الحيوانات or plants of the same kind مفتاح الجملة هنا كلمة same kind is called تسمى خلاص حفظنا فصيلة او نوع يبقى كلمة speeches او species دي او دية زي ما قلنا لاتنين النطق بتاعهم صح الوحدة اللي بعد كده unit eight تمانية bull solar energy للطاقة الشمسية and wind power وطاقة رياح are types of يعني من انواع space energy طبعا قلنا الشمس او الطاقة الشمسية دي من الطاقة الايه متجددة متجدد هنا يبقى نحط كلمة renewable non renewable يعني غير متجدد polluted معناها ملوس expensive اللي هي غالي you can avoid يعني يتجنب space down the trees by building the road in a different place ان احنا نبني الطريق في مكان خلاص مختلف علشان نتجنب قطع الاشجار يبقى هنا كلمة avoid cutting down يبقى اللي جابها رقم بي rubbish that isn't recycled القمامة التي لا يعاد تدويرها is put into space sites خدناها على بعضها يبقى شطار land fill sites مفروب بقى الناس هتجاوب اسرع مني علشان خلاص الحاجات دي المفروب بقى حلينها عليها قبل كده سواء في فيديوهات الشرح او في فيديوهات المراجع Egypt is usually sunny يعني فيها شمس مشمس so it is a great place to use عشان كده ده مكان رائع عشان نستخدم فيه ها مفتاح الجملة كلمة ايه sunny شطار يبقى كلمة solar energy I am going to space speech about the environment يا ترى make ولا take ولا give ولا decide خدناها على بعضها قلنا يلقي خطبة او كلمة يبقى give a speech 37 برضو حافظنا على بعضها بقى كلمة remote control اللي هو remote control بتاع التلفزيون خدناها على بعضها اللي هو التكييف this cup is made from a tall plant called a نبات طويل بيسمى wheat corn pumpu read طبعا خدناها كلمة pumpu اللي هو طبعا الخيروزان wheat اللي هو القمح corn برضو اللي هو الضرة وريد اللي هو البوس او الغاب we can't continue to use petrol for cars because it is خلي بقى لك بقى not a وحط لك هنا كلمة ايه not يبقى لانه ليس sustainable ولا usable ولا rechargeable ولا available طبعا يبقى هنا not sustainable يعني ليس مستدام او ليس صديق لالبيئة the answer to this question اجابة السؤال we all got a tried كلنا جاوبنا صح يبقى الاجابة تعتبر يبقى كلمة simple بمعنى بسيط remote بعيد hard sub far بعيد نروح لي unit ten a lot of satellites اللي هو الاقمر الصناعي space the earth ان يدور ها حول يبقى كلمة orbit keep يحفظ protect يحمي prevent يمنع a satellite sends القمر الصناعي بيرسل space to a receiver on earth يطرى sign signal seal seat لا يبقى ان طبعا هنا كلمة signal قلنا اللي هي اشارة صوتية او اشارة ضوئية there are eight planets يعني تمن كواكب in our space system حفظنا على بضع يبقى كلمة solar system اللي هو النظام الشمسي خدنا normal بمعنى طبيعي total بمعنى كامل او اجمالي والكلمة الاولى اللي هي كلمة digestive طبعا اللي هو الجهاز الهض a person who travels into space is called الشخص بقى اللي هو بيسافر للفضاء طبعا خلاص حفظنا يبقى كلمة an astronaut اللي هو رائد الفضاء as best is a rock that flies through space يبقى حاجة بيطير في الفضاء طبعا قلنا كلمة comet اللي هو المزنب نروح بعد كده لتمارين unit 11 اللي هي الوحدة ال 11 will the workers اللي هو العمال will space the pipe today with a new strong one يتركت ولا place ولا replace ولا damage طبعا قلنا هنا يستبدل يبقى نحط كلمة replace a big old red car is space in the middle of the road طبعا قلنا هنا كلمة stuck خلاص قلنا بمعنى يكون عالق يعني ما يعرفش يتحرك the space is the person لو الشخص who researches and writes news articles بيكتب مقالات في القرائد خلاص حفظنا ده يبقى اسمه journalist احمد loves taking photographs so he wants to be a مفتاح الجملة كلمة taking photographs يبقى هو بيكون او يحب ان يكون photographer we can't play football يعني مش هنقدر نلعب كرة because the ball has يا طرقات ولا كلمة burst ولا كلمة piped ولا كلمة pumped طبعا يبقى هنا كلمة burst طبعا يبقى هنا كلمة burst طبعا يبقى يعنى ينفجر او يفرغ ما بها من هو ملك would like to help people or help to space the environment she is going to work as a volunteer يبقى هتشتغل كمتطوة يبقى هي عايزة تساعد الناس او في شو الطار يبقى حماية to protect many young people take space in a business ونطبع اللي هي الشركة to learn about the job من اهم الكلمات اللي احنا اخدناها في الوحدة الاثناشر يطبع هنا friendship scholarship ولا internship لا يبقى هنا كلمة internship طبعا اللي هي زي ما قلنا فترة معايشة او فترة اه تدريب للحصول على خبرة في العمل don't throw this puddle اواي ما ترميش الازازة we can space it يبقى نقدر نعمل ايه اه تمام يبقى كلمة reuse يعيد استخدام space up means to start ان احنا نبدأ خدنا تعبير على بعضه من خلال كلمة up يبقى كلمة setup ينشئ the space between two things اللي هو المسافة ما بين حكتين is called the space between them طبعا يبقى هنا كلمة distance قلنا اللي هي المسافة نروح لقى الجزء الخاص بال language اللي هو grammar الوحدة السبعة الجملة الاولى بيقول these habitats is found at the top and the bottom of earth طبعا هنا كلمة habitats جم خلاص حفظنا يبقى نحط كلمة or a lot of our rainforest are cuts down every year يبقى or هنا محتاج تصريف ايه تالت يبقى كلمة cut trees were طبعا مع كلمة where وبدأ الجملة بمفعول يبقى تصريف تالت planted يبقى تصريف تالت من كلمة planted بمعنى يزرع how was the stones الحجارة for the pyramids carried to geese طبعا هنا المفعول جمع اللي هو كلمة stones يبقى هنحط على طول كلمة where long ago يبقى بتكلم على ماضي camels are called ships of the desert طبعا بتكلم على camels جمع في الماضي يبقى نحط على طول كلمة where الوحدة التامنة our environment will be cleaner if we recycled our rubbish خلاص حفظنا جاب لي هنا كلمة ايه فهيت جاب لك will والمصدر يبقى على طول يبقى دي الحالة الاولى محتاج مضارع مصدر بدون اضافات او مصدر اخر اس عندك كلمة we لا يبقى هجيب مصدر بدون اي اضافات يبقى نحط كلمة recycle what would you do if you don't understand the homework مفتاح الجملة دي ايه don't والمصدر يبقى don't والمصدر يبقى ديها مضارع يبقى دي الحالة الاولى من will هتكون كلمة او من كلمة would هتكون كلمة will اللي بعدها if our oceans keep space warmer some coral reefs will die طبعا خدنا كلمة keep من ضمن الافعال بجيب بعدها ing يبقى هنحط كلمة getting i will work harder next year طبعا ويل حفظنا يبقى والزائد المصدر يبقى هنحط كلمة work harder they need having a lot of important materials inside them طبعا خدنا كلمة need من الافعال بجيب بعدها two plus infinitive يبقى زائد المصدر يبقى هنحط كلمة two والمصدر هنا يبقى نحط كلمة have unit nine pull in the past في الماضي people didn't خلاص انت حفظت بعد كلمة didn't بتجيب ايه مصدر يبقى هنا نحط كلمة use if we had more money we can buy that new phone in the shop window اللي بتريني هنا بتاع المحل طبعا هنا عند هاد ماضي يبقى دي الحالة التانية من كان يبقى الماضي could ايه اللي بعدها those farmers move if there was another flood طبعا هنا مفتاح الجملة بكلمة ايه was يبقى دي الحالة الكام التانية يبقى انت محتاج مين wood زائد المصدر يبقى تمام هنحط كلمة would ونحط كلمة move which food do you like that you didn't use like when you were young يبقى او ايه الاكل انت مكنتش بتحب تاكله لما كنت صغير طبعا didn't use ما نفعش نجيب مصدر بس لا يبقى هنقول two ونحط كلمة like if more villages للقرة have electricity more people would have better lives هنا would والمصدر يبقى الحالة الكام تانية شطار يبقى الماضي من have كلمة هاد الوحدة العشرة she has trying lots of different sports مع هاز بجيب تصريف ايه تالت يبقى تريد على طول i haven't حفظنا ان الكلمة haven't بجيب بعدها ايه تصريف تالت للفعل من كلمة be يبقى كلمة been have you never helped to organize a sports event طبعا have في السؤال يبقى هنحط هنا كلمة ever على طول they had doing a lot of research مع كلمة هاد في الماضي التام هنا تصريف تالت برضو من doing يبقى نحط كلمة done what have you been learn at school this week طبعا مع كلمة have we been بعدها هنجيب ing مدارع التام مستمر يبقى learning نروح لقى الوحدة خداشر خلاص عندك يبقى الماضي من is was عندي هنا كلمة lost علامة ماضي يبقى من buy يبقى نحط كلمة boot the man told us that the football tournament will start the following date زي ما انا فهمتك ببص على مفتاح الجملة كلمة told ده هيت ماضي يبقى انت محتاج ماضي الماضي من will bravo يبقى نحط كلمة wood عندك كلمة sit برضو يبقى want هتبقى ايه bravo wanted tahsain beer in 1889 طبعا هنا will the يبقى صورة مبنى المجهول يبقى was ونحط كلمة porn يبقى وز وتصريف ثالث لالفة الوحدة طبعا حفزنا ان كلمة wood بعدها ايه مصدر يبقى نحط كلمة live كلمة will انت حفزت على طول وفهمت بعدها ايه مصدر يبقى من being يبقى نحط كلمة be انا سامعك قلت الاجابة على طول bravo to والمصدر يبقى هنحط كلمة to ونحط كلمة make they won't be able to feeding زى منكز برضو هنا كلمة able to زائد مصدر يبقى feed بمعنى يطعم when i am older واللما يكبر يعني i am going to مصدر bravo يبقى هنحط كلمة workers يبقى i am going to work طبعا مصدر بدون ادفعات يبقى كلمة work is ديت هتكون كلمة work يبقى going to work as a volunteer يعني هيشتغل كمتطوع at week ends انتظرونا ان شاء الله في الفيديو التاني مع الجزء التاني من كراسة المراجعة وهنحل فيها ان شاء الله الجزء الخاص بالامتحانات ان شاء الله في اسفل الفيديو هنسيب الرابط بتاع الفيديو زي نجاوب على المحادسة وكمان الرابط بتاع الفيديو الخاص باهم الموضوعات الخاصة بالكتابة المتوقعة الموضوعات مكتوبة وكمان الترجمة بالعربي علشان نقدر نحفظ اهم الافكار الموجودة فيها انتظرونا ان شاء الله